مقولات لاوسي جزء الثاني ورأي بها واحد الحكيم يعرف نفسه ولكنه لا يظهر نفسه تبارة رائعة جدا اثنان الذي يعرف الاخرين حكيم والذي يعرف نفسه مستنير وهذه مقولة جدا عظيمة لأنها تدعو الواحد لا أهمية أنه يعرف نفسه ويكون متفكر متأمل ثلاثة من يتعالى ينخفض مية بالمية شاك الواحد مش لازم يغطر بحاله أبدا أربعة أكبر الجرائم إثارة الحسد فعلا الحسد سيء جدا وخمسة خطة الحكيم في أن يعمل لا في أن يتعارض مية بالمية مليئة بالحكمة هذه العبارة لأنه التعارض يعني ضاع للوقت واحد لازم يكون بيعمل أشياء مهمة ومفيدة وإيجابية والله يعطيكم العافية واللهم صلى الله سيدنا محمد